السلام عليكم ومرحبا بكم معي في قناتي ديليس فاطم زهرة اليوم إن شاء الله سنقدم لكم أروع تحلية بالليمون الحامض لعشاق مداق الليمون تمنى أخوتي أنها تنال إعجابكم كتجي سهلة وبسيطة نمروا بسم الله وبركة الله للمكونات في المكونات عندي 300 ملي من الحليب عندنا ملعقة كبيرة من نيشا ملعقة كبيرة من زبدة تكون نوع جيد وعندنا حبة من البيض ثلاث ملعقة من السكر ووضع معهم ملعقة صغيرة من الفانيلا عندنا حبة من الليمون الحامض اللي تكون متوسطة أخذت القشرة تاعة وكذلك العصر اللي صفيته وعندنا 2 علبة من الياغورت بنكة الليمون الحامض هنا أخذت تزيل حبة نسعة البيض ووضعت عليها 3 ملاعق تاعة السكر وكيبقى دائما حلا حاسها بالطوق لكن هاد القياس هادا جا مزيان في هادا تحلية هادي مع ملعقة صغيرة من الفانيلا وعندنا هنا ملعقة من النيشا غدا نخلط هاد المكونات كاملين مع بعضهم كيف ما تشوفوا مزيان حتى نساجموا ويتخلط عندنا هاد النيشا غدي نكون واضعة 300 ملي من الحليب فوق النار اللي غليته وغدي نوضع القليل منه ونخلطه بسرعة باش ما يطبش عندنا البيض نواصلو التحريك ومن بعد غدي نوضعو الكل في الطنجرة على الحليب اللي مازال عندي وغدي ناخد الكل فوق النار على نار هادية مع التحريك المتواصل حتى تغلي عندي هاد الكريمة هادي هانا مني نغلط عندي هاد الكريمة هاد ملعقة كبيرة من الزبطة تكون نوع جيد مع التحريك حتى سوف نضع القشرة نتعليمونا الحمضة وكذلك العصير اللي مصفي سوف نحرك مزيان ونضيف 2 علبة من الياغورت اللي بناك هنتعليمو الحامض اذا ما متوفرش ممكن اننا نضعه يعني اي نوع ياغورت يكون كريمي لكن من الاحسن انه يكون بنكهة اللي مو الحامض باش يقوي لنا دك الطعم منتع هاد الكريمة هاتي سوف نخلط كامل المكونات حتى ينساجموا مع بعضياتهم ونتحصلوا على كريمة بعد الشكل هذا اللي خفيفة ومنساجمة كامل خديت البيسكويت انتع الشاي العادي اللي ما فيه حتاش هناك ها حطيتو في كيس بلاستيكي وضربتو غرب المدلك او لب الشوبك او لف اندو تخوة اللي بغيتو وضعتو في هاد الكووس وهنا غدي انا نبدأ تنوضع في الكريمة انا اخواتي هاد الكووس هادو هم صغر اعطتني هاد الكريمة تسعود ديال الكووس بالنسبة لتزين اخواتي المقطع مشالي انا حطيت الكوك او لجوز الهند مع الفاغ مثال لونتا عصفر وحطيتهم كتزين ورقة تعنعنع وزينت بهالطريقة هادي نتمنى اخواتي ان هاد التحلية تنيل اعجابكم وتجربوها اذا اعجبكم فيديو ديروا اشتراك في القناة مع تفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد من دياليس فاتم زهرة الى اللقاء في فيديو من فيديوهاتي